السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد قصة النهاردة قصة مجنونة واللي خطت للجريمة يقول للشيطان قوم ده مكاني أنا القصة ابتدت في أورانج كاونتي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مكان جميل وهادي وأبعد ما يكون عن الجرائم البشع ولكن في ليلة 19 مارس سنة 1985 حصلت جريمة أقل ما يقال عنها إنها جريمة لئيمة في الليلة دي في بيت من البيوت الجميلة في المدينة كانت عايشة واحدة اسمها ليندا براون أم الطفل عندها سبع شهور وزوجة رجل غني وعبقر الكمبيوتر ليندا طلعت وغرفتها تنام وهي ولا على بالها بالله هيحصل لها وهي نايمة على سريرها في غرفة نمها اتضربت بروسستين في منطقة أعلى الصدر وتوفت وهي عندها 23 سنة بس وبطبيعة الحال أهلها وزوجها كانوا مصدومين من اللي حصل الجريمة أخدت كذا سنة علشان يحلوها لأن البيت الهادي البسيط ده مستخبي وراء أسرار عمرها ما تخطر على بال حد وعشان نعرف الحكاية من البداية خلينا نبدأ فقضية النهاردة في الأول هنرجع كام سنة الوراء قبل ارتكاب الجريمة ونتعرف على ليندا براون ليندا كانت من أسرة فقيرة جدا كان ليها عشر تخوات والدتها كانت بتربيهم كلهم لوحدها وكانوا عايشين في منطقة فقيرة جدا عايشين اليوم بيومه وفي يوم ليندا قابلت واحد اسمه ديفيد براون كان أكبر منها كان هو في العشرينات وهي تقريبا كانت عندها 17 سنة ديفيد كان زكي وبيعرف يتكلم كويس وكان شاطر قوي في الكمبيوتر يعني ممكن نقدر نقول عليه إن هو عبقري لأنه هو اخترع سائل بيحطوه على الهارد درايف بتاع الكمبيوتر فتقدر إنك تسترجع الداتا المفقودة منه طبعا أنا عمري ما سمعت عن حاجة زي دي بس واضح إنه هو كان بيكسب كويس قوي من الاخترع ده المهم مع الوقت ليندا حابت ديفيد وكانت حاسة إنه هو ده الشخص اللي دايما كانت بتحلم بيه وفي نفس الوقت هينتشلها من الفقر الرهيب اللي هي عايشة فيه وما كانش عندها أي مشكلة إن ديفيد عنده بنت عندها 8 سنين من زواج سابق المهم اللي اتنين اتجوزوا وأهل ليندا كانوا مرحبين جدا وفرحانين بالزواج ده وليندا حياتها تغيرت ومستوى المعيشة بتاعها ارتفع بزواجها من ديفيد وعاشوا في بيت في منطقة حلوة جدا ودايفيد كان واخد باله من ليندا وكان بيصرف على البيت وبيجيب أحدث الأجهزة للبيت يعني مستوى معيشة محترم جدا المهم بعد الزواج بكم سنة ليندا كانت بتتكلم مع أختها الأصغر منها باتي بيلي عندها 16 سنة فعرفت منها إن فيه مشاكل عندها في البيت وإنها مش قادرة تستحمل يعيشة صعبة في بيت أهلها ولإن ليندا كانت طيبة وبتحب باتي وكانت دايما بتحب تساعدها فليندا قالت لأختها تيجي تعيش عندها وجهزت لها ورفع عندها في البيت ودايفيد كان موافع ومرحب جدا بالفكرة وبعد ما جات قعدت عندهم بكم شهر ليندا ودايفيد ربنا رزقهم ببنت سموها كريستل فالعيلة بتاعتهم كبرت بس قريب هتكبر أكتر لما سينمون بنت ديفيد تيجي تعيش معاهم في البيت لإن سينمون كانت على طول في مشاكل مع مامتها وما كانتش بتحبها أبدا فديفيد قال لها تيجي تقعد عندهم شوية سينمون كانت في الوقت ده عندها شوية مشاكل كان عندها اكتئاب وكانت بتحب تقعد لوحدها لفترات طويلة وكانت أحيانا بتتخيل أني لها أصحاب بتتكلم معاهم أصحاب وهميين يعني في خيالها فسينمون وهي عندها 14 سنة راحت تعيش مع باباها سنة 1984 فدلوقتي بها عايش في البيت ديفيد وليندا وسينمون بنت ديفيد وباتي أخت ليندا والكل كان سعيد في البيت وما فيش أي مشاكل وكانوا كلهم بيقضوا وقت كويس جدا مع بعض بس دلوقتي في بنتين في سننا المراهقة عايشين في البيت سينمون عندها 14 وباتي عندها 16 فأحيانا الاتنين دول كانوا بيتخنقوا بس على الرغم من الخلافات دي إلا أن الحياة كانت ماشي عادي وطبيعي لغاية ليلة 19 مارس سنة 1985 ليلة محصلة الكارثة في ليلة دي ليندا راحت تنام بدري لأن كان وقتها عندها بيبي صغير فكانت تعبانة وعايزت نام وترتاح وديفيد ما كانش جايله نوم ليلتها لأنه هو أصلا بيعاني من مشكلة الأرق ومع وجود طفل بيعايد بالليل فالموضوع كمان بقى أسوأ فبعد منتصف الليل ديفيد ما كانش عارف ينام فقرر أنه هو يطلع شوية بالعربية وبالمرة يشتري شوية حاجات من السوبر ماركت فرجع البيت على حوالي ساعة 2 صبح وهو داخل على البيت وخلاصة يفتح الباب لأ باتي أخت ليندا طلع بتجري وبتتكلم بطريقة هسترية وبتقوله في حاجة حصلت جوه البيت فديفيد قال لها إيه اللي حصل فقالت ليندا في غرفتها وغرقانة في دمها فاتصل بالطوارئ على طول فالشرطة راحت البيت وطلعوا لغرفة ليندا فاكتشفوا أن ليندا أخدت روسستين في منطقة أعلى الصدر ومع الأسف فرقة الحياة لسترى ربنا أن البي كانت في الغرفة اللي جنبها ومحصل لهاش حاجة بس يترى مين المسؤول عن الجريم الفضيع ديه وإيه الدافع لما الشرطة وصلت ديفيد كان متأثر وبيرتعش وخايف حتى أنه هو يطلع لوحده لغرفة النوم اللي فيها ليندا وكان واضح عليه جدا أنه هو متأثر قوي باللي حصل لمراته ولكن الشرطة اتبعت الروتين اللي بيحصل في نوعية الجرائم دي فأخدوا عينة من ديفيد وباتي عينة اختبار آثار طلق الرصاص فلو حد فيهم مسك المسدس وضرب النار هيكون فيه آثار من البرود على أديهم أو ملابسهم المهم بعد كده بدأوا يحققوا مع ديفيد وباتي فأخدوا ديفيد على جنب وباتي على الجنب التاني من الغرفة وبدأوا يستجوبوهم بس محدش منهم كان عارف فين سينيمون فسألوا باتي أخت ليندا إيه اللي حصل النهاردة فقالت إن ليندا وسينيمون بنت ديفيد اتخان أخناقة كبيرة جدا النهاردة وبعد كده شافت سينيمون وهي مسكة مسدس وبعدها اختفت تماما وقالت إن ما كانش فيه في البيت غيرها هي والبيبي وسينيمون وديفيد كان برا البيت وقالت إن سينيمون عندها شوية اضطرابات نفسية وبيجي لها شوية تخيلات وبتتخيل إن لها أصدقاء وهميين هل ممكن تكون سينيمون اللي عندها 14 سنة بس هي المسؤولة عن اللي حصل الشرطة بدأت تدور على سينيمون في كل مكان لغاية ما طلعوا على جنينة البيت الخلفية فشافوها جوة بيت الكلب الصغير بس البنت كان شكلها زي ما يكون عيان كانت غرقانة في القيء بتاعها وشبه غايب عن الوعي وكانت مسكة في إيديها ورقة كتبها بخط إيديها كانت كتبة في الورقة يا رب أرجو إنك تسامحني أنا ما كانش قصدي إني أأذيها فالجواب ده أكد اللي كان ديفيد وباتي بيقولوا للمحاقيين إن سينيمون دماغها مش متزبطة قوي وإنها كانت بظهير جدا على بابها من ليندا وإنهم متأكدين إنها المسؤولة عن اللي حصل لليندا فقابضوا على سينيمون وتوجيه لها تهمة القتل من الدرجة الأولى فكده خلاص القضية تحلت البنت معترفة في الجواب واتدفع إنها كانت غيرانة من مرات أبوها ولكن أكيد القضية ما خلصتش لغاية هنا لأن سينيمون عندها السر خطير الشرطة لسه ما تعرفوش المهم سينيمون بعد القبض عليها على طول اعترفت إنها هي اللي ضربت الرصاص على ليندا ولكن بعد يومين من القبض على سينيمون قالت إنها مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل أو إنها حتى عملت كده في ليندا بس ديفيد وباتي بيأكدوا إن سينيمون هي اللي ضربت الرصاص لأنها بتغير من ليندا زيت كمان الجواب اللي كتبته بخط إديها واللي كتبته على طول قبل ما تحاول إنها تتخلص من حياتها لأن اتضح إنها أخدت حبوب بكمية كبيرة جدا علشان تموت ولولا إنها تقيقت كان زمنها راحت فيها المهم دلوقتي نظرا لإن سنها صغير عندها 14 بس فاتحكم عليها بـ 27 سنة في هيئة التأهيل أو الأحداث أو الإصلاحية اللي هو سجن لصغار السن بس هي غالبا مش هتقضي المدة كلها وهيبقى مسموح إنها تخرج وهي عندها 25 سنة بس المهم بعد ما سينيمون انتقبض عليها وتحكمت ودخلت الأحداث سينيمون كانت فاكرة إن والدها هيقف جنبها بعد كل اللي حصل وكانت فاكرة إن هو هيساعدها وهيحضر المحاكمة بس ده ما حصلش وكمان كانت فاكرة إنها هتتحبس كم شهر بس أو يعني سنة بالكتير أو إنها مثلا هتقضي المدة بتاعتها في مستشفى الأمراض النفسية بس مش ده برضو اللي حصل لأنها كانت جريمة قتل من الدرجة الأولى وأخذت أقصى عقوبة بالنسبة لحد في سنها وديفيد والدها عمره ما حضر المحاكمة بتاعتها فكان في ناس بتخمن إن هو مرحش لأن هو ما كانش قادر يشوفها في الوضع ده وعشان كمان عنده مشاكل صحية مشاكل في الكلا وضغط الدم ولكن في ناس تانية كانوا شكين إن ديفيد مش قادر يسامح سينيمون على اللي عملته في لين ده ولكن المحاققين كانوا شكين في حاجة تانية خالص كانوا شكين إن صعب تكون بنت في السن ده تكون خططت وضبرت لجريمة لوحدها وكمان تكتب رسالة بتوضح فيها موقفها قبل ما تنهي حياتها وكانوا مقتنعين إن في حلقة مفقودة في القصة واللي أكد إحساسهم نتيجة اختبار أثار طلق الرصاص اللي اتعامل ليلة الجريمة لديفيد وباتي فالنتيجة بتأكد إن باتي كان على إيدها أثار برود من طلق الرصاص يعني باتي مسكت المسدس الليلة دي واستخدمته فعلى طول أصبحت مشتبه فيه قوي جدا في القضية بس هل يا ترى باتي هي فعلا المجرم الحقيقية دلوقتي بما إن فيه أثار برود على إيد باتي فده معناه إن هي اللي ضربت الرصاص وليأكد الكلام ده إنها كانت عايزة تابعل عن نفسها التهمة لأنها من البداية خالص كانت بترمي التهمة على السينيمون وكانت بتقول إن السينيمون أكيد هي اللي عملت كده لأنها بتغير على باباها من ليندا فالمحقيقين شكوا إن الدافع عند باتي هو إنها كانت بتغير من ليندا أختها واحتمال إنها كانت بتحب ديفيد فاحتمال كانت عايزة تاخد مكان أختها في البيت وتتجاوز هي ديفيد فحبت تضرب عصفورين بحجر واحد تخلص من ليندا وترمي التهمة على سينيمون وتدخل السجن فالجو يفضل لها تماما وديفيد يكون لها هي لوحدها ولكن دلوقتي لو باتي هي اللي ضربت الرصاص يبقى كده سينيمون في السجن بتتعاقب على جريمة هي ما عملتهاش بس السؤال المحير هنا ليه سينيمون اعترفت على نفسها وليه كتبت الجواب وهل فعلا باتي هي المجرمة الحقيقية المهم المحايرين كانوا محتاجين يتحروا أكتر علشان يعرفوا الحقيقة إيه كانوا حاسين إن فيه حاجة غلط بس محتاجين أدلة أكتر علشان يفهموا فحطوا باتي وديفيد تحت المرابة واللي عارفوه بعد كده زود من شكوكهم مش بس في باتي ولكن كمان في ديفيد اكتشفوا إن ديفيد كان عامل بوليس التأمين على حياة ليندا بـ 835 ألف دولار وهو المستفيد الوحيد من البوليسة يعني لو ليندا ماتت هو اللي هياخد الفلوس كلها لنفسه فبعد كم شهر بس من وفاة ليندا ديفيد نجح إن هو ياخد فلوس بوليسة التأمين على حياتها مش بس كده اكتشفوا كمان إن باتي فضلت عايشة مع ديفيد في نفس البيت واضح إن الاتنين عايشين حياتهم عادي جدا ولا كأن فيه أي حاجة حصلت ولا كأن ليندا كانت موجودة أصلا ودلوقتي ديفيد وباتي بقى معاهم فلوس البوليسة وبيستمتعوا بيها وبيصرفوا وبيشتروا وبيعملوا كل اللي نفسهم فيه وديفيد كمان اشترى بيت في منطقة غالية جدا بيت كبير وفخمه فيه حمام سباحة بجنينة المهم بعد شهر من مراقبة الاتنين دول المحاين أصبحوا مقتنعين إن ديفيد وباتي بيحبوا بعض وإن احتمال يكون الاتنين دول كانوا مع بعض من قبل وفاة ليندا يعني احتمال إن ديفيد وباتي اللي اتنين خنوها بس كل دي مجرد شكوك والسؤال هنا هل ديفيد وباتي كانوا متفقين مع بعض من الأول علشان يخلصوا من ليندا ولا باتي بس هي اللي دبرت وخططت الجريمة لوحدها علشان يخلالها الجو مع ديفيد المهم تعد الشهور والسنين لغاية سنة 1988 سينيمون بقى لها دلوقتي سنتين ونص في السجن بتهمة قتل ليندا وبقى عندها دلوقتي 17 سنة فالمحاين استجوبوها تاني وهي في السجن وقالوا لها ايه اللي حصل بالزبط ليه لت ارتكاب الجريمة ياريت تحاولي تفتكري وتقول لنا بس هي كانت مصرع إنها مش فاكرة أي حاجة وفي الوقت ده ديفيد والدها بدأ يساعدها ويقف جنبها ويزورها كمان في الإصلاحية وكان بيبعت لها حاجات كتير أكل وشرب وتلفزيون وراديو أي حاجة مسموح بيها في الإصلاحية بس المشكلة إن ديفيد ما كانش قيلها هو بيعمل إيه في حياته برة وما كانش قيل لها إن باتي لسه عايشة معاه في نفس البيت فسينيمون ما كانتش تعرف إن ديفيد وباتي عايشين مع بعض في بيت فخمة جدا وعايشين عيشة الرفاهية وهي محبوسة في الإصلاحية المهم ديفيد جاوز باتي بعد سنتين اتنين بس من وفاة ليندا فده خل المحاقين يشكوا فيهم أكتر فبدوا يدوروا أكتر في ماضي ديفيد وعرفوا إن باتي وليندا مش أول اتنين مغفلات أو يعني على نياتهم يلفتوا انتباه ديفيد كان فيه قصص عرفوها بعد كده إن ديفيد بيحب يختار البنات المحتاجة الفقيرة جدا والصغيرين في السن ويبدأ يضحك عليهم بكلامه الجميل ووعوده الكذابة فكانوا بيصدقوه بيتعلقو بيه جدا وكأنه حبل النجاة بتاعهم ديفيد ما كانش معتمد أبدا على شكله علشان يجذب البنات لأنه هو مش وسيم قوي ولكن كان بيعتمد على إنه هو يسحرهم بكلامه ووعوده وإن معاه فلوس وإن معاه هتتحول حياتهم التعيسة لحياة سعيدة ما يحلموش أبدا بيها فكانوا بينجذبوا ليه ويعملوا أي حاجة يطلبها منهم فالمحاقين كل ما يتحروا أكتر عن ديفيد كل ما يقتنعوا إن ديفيد عنده دافع لقتل ليندا ولكن ديفيد كان عنده حجة غياب قوية جدا ليلة ارتكاب الجريمة كان خارج وتشاف كاميرات المراقبة إنه هو كان بره بيت المهم سينيمون كانت بتحب والدها جدا ومرتبطة بيه جدا جدا ولكن لما راحة الإصلاحية تغيرت وشجعوا أن هي تكمل تعليمها وكانت بتتعالج نفسيا مع طبيب متخصص فهي دلوقتي كبرت وبقى عندها 18 سنة وتفكيرها تغير عن لما كانت 14 وفي يوم وهي في الإصلاحية سمعت أخبار خلتها تفقد الثقف والدها للأبد سمعت إن باباها بقى عنده طفل من باتي فلما سمعت كده أدركت إنها اتدحك عليها وإن أبوها وباتي استغفلوها لأنها طول الوقت ده ما كانتش تعرف إن ديفيد اتجاوز باتي ودلوقتي كمان بقى عندهم طفل فأخدت قرار خطير هيقلب الحكاية وتنكشف الحقيقة بعد كل السنين دي سنة منطلبت إنها تقابل المحقيقين فراحوا يتكلموا معاها فقالت لهم إنها ما كانتش بتقولي الحقيقة من البداية وإنها هتعترف باللي حصل بالتفصيل قالت إنها هي اللي ضربت الرصاص على الليندا ولكن الفكرة دي كانت فكرة والدها ديفيد هو اللي حرضها تعمل كده وده اللي المحقيقين كانوا شكين فيه من زمان وهو إن ديفيد عارف يقنع بنتين في سن المراقة إنهم يقتلوا ليندا بدالوا بس دلوقتي الشرطة عندها مشكلة وهي إن سينيمون عايزة تطلع من السجن بدري فلازم يكون عندهم أدلة مقنعة ومادية علشان يعرفوا يعملوا كده ولازم كمان يثبتوا التهمة على ديفيد فالمحقيقين رسموا خطة علشان يخلوا ديفيد يعترف والسينيمون وفقت إن هي تساعدهم في تنفيذها فسينيمون كلمت باباها في التليفون وطلبت منه إن هي تقبله والشرطة ركبت جهاز تنصت تحت ملابس سينيمون وحصلت المقابلة ما بين ديفيد والسينيمون فالبنت بدأت تتكلم معاها عن الليلة اللي توافت فيها ليندا فديفيد في الكلام معاها قال بالنص كده ما ينفعش تقولي الحقيقة كلها لو قلت كلنا هنقع في مشكلة مش لازم كلنا ندفع التمن إذا كان في واحدة خلاص بتدفع التمن طبعا الكلام بتاعه ده كان متسجل والكلام اللي قاله ده كان كافي جدا للشرطة إنهم يقبضوا عليه هو وباتي وتم القبض عليهم هما الاتنين سنة 1988 ديفيد راح السجن وباتي دخلت الإصلاحية نفسها اللي فيها سينيمون لأن باتي سنها صغير فسينيمون كانت شايفة إن باتي ضحكت عليها هي كمان زي باباها وكانت السبب إنها محبوسة بقالها تلات سنين ونص دلوقتي بس لما سينيمون فكرت شوية أدركت إن هما الاتنين كانوا ضحايا لنفس الشخص وهو ديفيد لأنه هو ضحك عليهم هما الاتنين فالاتنين قرروا ينتقموا منه سينيمون وباتي هما بس اللي يعرفوا الحقيقة واللي حصل بالزبط ليلة ارتكاب الجريمة فالاتنين اتفقوا مع بعض على ديفيد وقرروا يشهدوا ضده في المحكمة أما ديفيد بعد ما اتقبض عليه ودخل السجن كانت عنده خطة شريرة علشان يطلع من السجن وعمل بالزبط زي ما متعود يعمل طول حياته وهو إنه يستغل لحد محتاج علشان يعمله اللي هو عايزه فدييفيد وهو في السجن بدأ يتكلم مع واحد من السجناء اللي معاه من اللي قربه خلاص يخرجه من السجن فقال لي السجين ده إنه هو معاه فلوس كتير وإنه هو عنده استعداد يدفع له 22 ألف دولار لو قتل باتي والاتنين محقيين اللي دخلوه السجن فالسجين ده وافق وقال له إنه هو ممكن ينفز له طلبه بس السجين ده بدل ما يساعده بلغ المحقيين بالخطة بتاعت ديفيد فالمحقيين يستغلوا الموضوع لصلاحهم واتفقوا مع السجين ده إنه هما يوقعوا ديفيد في شرع عماله فالخطة إن السجين ده هيفهم ديفيد إنه هيعمل اللي هو عايزه وده فعلا اللي حصل وكلمه في التليفون وقال له إنه هو خلاص نفز اللي هما اتفقوا عليه وطبعا المكالمة كانت متسجلة وأصبح دليل ضد ديفيد وأخيرا سنة 1990 بعد خمس سنين من وفاة ليندا ابتدت محاكمة ديفيد براون البلغ من العمر 37 سنة وسينمون وباتي كانوا الشهود الرئيسيين في القضية والاتنين شرحوا بالتفصيل إزاي ديفيد خطط لقتل ليندا وإزاي استخدمهم علشان ينفذ خططه البشعة فديفيد كان غاسل دماغهم هما الاتنين وكل يوم كان بيقولهم ويكرر نفس الكلام إن ليندا عايزة تقتله وإنها عايزة تخرب البيت وكان بيقولهم إنه هو ممكن يموت في أي لحظة وهو ممكن فجأة ما تلقونيش وساعتها إنتوا هتعيشوا إزاي ومنين طبعا الكلام ده كله كان مش حقيقي بس مع الأسف سينمون وباتي صدقوا لأنهما كانوا صغيرين وكان كل يوم بيخرجهم ويفسحهم ويقعد يتكلم معاهم إزاي يخلصوا من ليندا والجملة اللي كان دايما ديفيد بيقولها لهم كتير لو بتحبوني هتعملوا كده علشاني لغاية ما جه يوم 15 مارس سنة 1985 وقال لهم لازم نخلص من ليندا النهاردة لو بتحبوني لازم نخلص منها وأقنعهم إنه هما اللي يرتكبوا الجريمة وكانت حجته إنه هو لو تمسك هيدخل السجن مؤبد وهو يا حرام مسكين عيان مش هيستحمل قعدة السجن وقال إنه هو فكر كتير في الموضوع وقال إن السينمون هي أصغر واحدة فينا فلو هي اللي ضربت الرصاص هتاخد حكم مخفف جدا يعني كم شهر كده ولا سنة بالكتير وهتخرج وقال إن باتي ما تنفعش هي اللي ترتكب الجريمة لأن هي اللي هتاخد بالها من البيبي وطبعا هو كان عينه عليها ومن لقمه قال للسينمون هديكي حبوب علشان يبان إنك عايزة تتخلصي من حياتك وهتكتب الرسالة علشان يتعطف معاك وقال لها الحبوب اللي هديها لك مش هتموتك هي بس هتخليكي تغيب عن الوعي شوية فسينمون سمعت كلام باباها وصدقته علشان بتحبه ففي الليلة دي ديفيد ساب المسدس مع سينمون وشربها الحبوب وتأكد إنها كتبت الرسالة وبعدها خرج من البيت علشان يكون عنده حجة غياب قوية فبعد ما خرج سينمون أخدت المسدس وراحت لغرفة ليندا وحطت مخد على المسدس علشان تكتم الصوت وضربت طلقة واحدة على ليندا فليندا تصابت ولكن ما ماتتش فسينمون حاولت تضرب الرصاص تيم بس المسدس علق فسينمون ارتبكت فراحت تجري عند باتي ودتها المسدس وقالت لها إنه معلق فباتي صلحت المسدس وجربته وضربت رصاصه في الهوى وعشان كده كان فيه آثار برود على قديها بعد كده قدت المسدس لسينمون فراحت ليندا وضربت الرصاصة التانية اللي قتلت بيها ليندا طب ليه باتي عملت كده في أختها ليندا اتضح إن باتي كانت غيرانة من أختها ليندا وديفيد كان مفاهمها إنه هو بيحبها وكانوا هما الاتنين على علاقة بعض من قبل وفاة ليندا وغالبا سينمون ما كانتش تعرف الجزئية دي طبعا ديفيد أنكر تماما إن الكلام ده حصل وقال إنه هو ما كانش موجود أصلا في البيت ومش هو اللي ضرب الرصاص وقال إنه هو كان بيحب ليندا بجنون واستحال هيعمل فيها كده وقال إن سينمون وباتي هما المجرمين وقال بالنص كده في المحكمة أنا أضمن لكم إن الاتنين دول لما يخرجوا من السجن هيقتلوا تاني ولكن محدش اقتنع بدفاع ديفيد لأن في أدلة مادية قوية ضده ومنهم طبعا التسجيل الصوتي مع سينمون ولذلك هيئة المحكمة قررت إن ديفيد براون مزنب وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط وتحكم على سينمون وباتي لإشتراكهم في الجريمة باتي أخدت أربع سنين سجن ولما تحكم عليها كانت ساعتها عندها 21 سنة فخرجت وهي عندها 25 سنة وأخدت حضانة بنتها أول ما طلعت وكريستل بنت ليندا وديفيد ربتها والدة ديفيد كان فيه معلومة خطيرة مع الوقت سينمون أدركتها وهي إن الحبوب اللي والدها ادهالها ليلة ارتكاب الجريمة كان قصد بيها إنه هو يموتها مش إنها تغيب شوية عن الوعي فسينمون عرفت إنها كانت واخدة جرعة عالية جدا جدا من الحبوب دي كانت تقتلها بسهولة ثلاث مرات وإن دي كانت معجزة إنها لسه عيشة لأنها لو ما كانتش تقيقت ليلتها كانت ماتت بكل تأكيد ومن يوم المحكمة سينمون عمرها ما كلمت والدها أبدا سينمون خرجت من السجن وهي عندها 21 سنة وديفيد براون عمره أبدا مع طرف إنه هو مزنب في جريمة ليندا وتوفى بعد كده في مستشفى السجن سنة 2014 وهو عنده 61 سنة مع الأسف ديفيد كان عنده استعداد يبيع أي حد علشان مصلحته هو وبس بيع بنته ومراته علشان الفلوس فلوس بوليسة التأمين والسينمون كانت الحلقة المفقودة في القضية هي اللي خلت أبوها يقول الحقيقة على الشريط المسجل وده كان دليل قوي في القضية ولو سينمون كانت ماتت من الحبوب المخدرة زي ما كان ديفيد مخطط الحقيقة كان عمرها ما هتبان وكانت هتبقى دي الجريمة الكاملة ولولي أنت ورق أيكم في قضية النهاردة وهل زي ما أهلينا زمان كانوا بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة